هلو هلو يا احلى اميرات مساء الجمال والسعادة وحشتوني قد الدنيا كلها وحبكم جدا 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 يا رب النهاردة تكونوا بخير ودايما في افضل حال كل حياتكم خير وسعادة وراحة بال اللهم امين اهلا معكم النهاردة في فيديو جديد تكمل الفيديو عرضناه من كام يوم كده للسيدة الاجمل اللي قدرت ان هي تبدع بجد في تغيير الاساس في بيتها بافكار سهلة نقدر ناخد تريكات بدون اي خبرة نقدر نعمل احنا كمان افكار زيها ونستفيد بكل اللقطات الحلوة بتاعتها تعالوا نتابع الجديد في الجزء التاني معاها بس قبل ندخل في التفاصيل ارحب بتعليقاتكم احلى ايمة قلبي من جوه وعدتك لك تحية نهاردة في جد بحبك قد الدنيا كلها احلى مولة شرفتيني ونورتيني حبيبتي وكمان رورو جوجو وجودكم على راسي من فوق وشوشو الغالي على قلبي احلى شوشو في الدنيا كلها احلى الجزائرية بشكرك على دعواتك وكلامك الحلو بتوصل سلامها ليكم كلكم من اجمل الناس اللي موجودة معنا كلكم على راسي من فوق كلكم بحبكم قد الدنيا بوسة كبيرة ليكم علشان انتو غالين على قلبي نهاردة كمان استنى اللايك الحلو بتاعكم ويتعليقكم الجميل بتساعدوني بيه واكيد شرفني اشتراكك معايا لو اول مرة تشوفيني تنسيش السبسكرايب اكتبي لي كومنت كمان عشان ارحب بيك ان شاء الله في الفيديو الجاي يلا بينا نبدأ بقى الفيديو ونشوف تاتشاطها كده الحلوة اللذيذة الجميلة زي ما بدأت ان هي اتدخل شايفين الشكل الرخام شوية كده تدخل الالوان عملته بريشة شوية اضافات وشوية ركات تخلي الديكور بتاعي يكون لطيف اكتر طبعا تغيير الاساس من اللون الغامق للون فاتح زي ما بنغير الديهانات من الالوان الغامق للالوان الفاتحة حاجات دي بتنور المكان اكتر لما بدأت تضيف كمان فيه الكريستالات والديكورات بتاعتها كان شكله لذيذ اكتر تكملة للمكان اللي احنا قلنا فيه الفيديو اللي فات لحن نشوف دلوقتي تغييرها للكنبة اللي باللون الاحمر شوفنا الكوشن شوفنا التربيزة شوفنا التابلولة على الحيطة واخيرا شوفنا الاتنين ديكورات اللي حطوهم على الجنبين ازاي غيرت كمان الالوان بتاعتهم والستايل بتاعهم بس قبل ما ندخل في تفاصيل الكنبة تعالوا نشوف كمان تفاصيل تغييرها للصفرة بتاعتها الكراسي برضو ممكن ان انتوا تغيروا الالوان بتاعتها بكل سهولة الموضوع يعني هو مش محتاج خبرة قوي هو محتاج بس ان انت تجيبي الحاجات اللي انت تستخدميها تكون صح حاجات تكون تنفع اتغيري بها قماش اتغيري بها خشب زي ما فيه دهانات للحيطة ودهانات للخشب لازم تختاري الحاجة صح ومحتاج منك شوية تصبر بس يعني محتاج دقة شوية من الشرط ان يكون عندك خبرة انتوا شايفين الموضوع يعني انت بتجيبي الديهانات وبتعملها على الخشب التطش الحلو اللي عملته باللون الابيض وكمان الظهر بدقة ان هي تجيب الحاجات الاستنباط المفرغة وتبدأ تعمل شكل العصفير والشجر باللون الابيض يعني احنا ممكن التركية نتعلمها نشوفها مع بعض نتعلمها فالموضوع مش هيبقى صعب بس هو محتاج منك صبر شوية او دقة شوية عشان تخلي الفينش او الشكل النهائي تخليه كون شكله حلو الكراسي كمان بدأت ان هي تاخد الهايكل الخشبي بس بتشيل كل بقى السبونش والصفينج والشوف دوقتي الاساتيك والحاجات دي كلها كل ده بيتشال وبتبدأ تعمل من اول وجديد الفايبر والصفينج بتاعها وقطعة القمش زي ما قالت لكم في الفيديو اللي فات هي بتستخدم ادوات ممكن تكون مش متوفرة في كل بيت زي مثلا اقلها الدباسة اللي بتثبت بيها القمش بتاعها انت ممكن تحملوه بجلوه او باي لازق قوي او بمصامير موضوع يعني مش هيبقى صعب وده كان الشكل النهائي لترابيزة الصفرة الترابيزة بالكراسي يعني بصوا كفاية اصلا فرحتها فرحت ان انت بتعملي حاجة كانت في دماغك انك عايزة تعمليها ووصلتها للشكل اللي كان في دماغك ويمكن احسن كمان اكيد فرحتك طبعا هتبقى بالدنيا وهتبقى فخورة بنفسك ان انت كل شيء شايفة الحاجة وانت اللي عاملاها يا ربي حاسم ما بين ايديكم جميعا واي حاجة نستوكم فيها تقدروا تعملوها باذن الله تعالوا ندخل بقى على الجزء التقيل وهو تغييرها للكنبة الكنبة شفت بقى جمالها وشكلها اللي كان حلو في المقطع اللي فت شوفوا الاول كان شكلها عامل ازاي بدأت ان هي توصلها المرحلة انيقة زي طبعا الموضوع يعني هياخد معها ايام مش هيتعمل في يوم وليلة ولا في ساعة زمن كده دايما بنشوف خلال الفيديو في كام دقيقة موضوع محتاج طعب شوية ومجهود شوية بس هتبقى حاجة لذيذة ان انت عملتها بايديك طبعا هي اولا شايلت كل القماش اللي عليها كل السفنج اللي موجود ولاحظوا ان هو السفنج بتاع الضهر يصيبها على الجنب شايفة ان هو سليم ينفع ان يتستخدمه تاني وتقلل من التكلفة بتاعتها كان اول حاجة ان هي شايلت كل السفنج وكل حتى الاساتيك اللي بتبقى معمولة في الضهر بتسند الكنبة طبعا كل دا شفتوا وكان خلاص يعني مريح كده زي ما بيقولوا ما بقاش مشدود زي الاول شايلت كل دا بدأت ان هي الجزء اللي هنا تعمل فيه زي النقشة زي بتاعت الخشب بالزبط بقيت تجيب المولد وتحط فيها السيليكون وتحمل نفس الاشكال وبدأت تثبتها على الجزء بتاع ظهر الكنبة بدأت ان هي تديها نفس النقشة اللي موجودة في الظهر فاهميني الجزئين اللي فوق بعض نفس الشكل تقريبا وبعدين بدأت ان هي تتخدم ورق الدهب طبعا بقى يعنيه زي ما بقول لكم الحاجات اللي انتو بتلزقوا بيها مثلا ورق الدهب او الورنيشة اللي هي بتستخدمه للتلميع في الاخر اللي هيفيدكم اكتر في المواد اللي انتو بتستخدموها اكيد الناس بقى اللي هتبقى متخصصة بس الفكرة دي كتعلمتي ازاي انا ممكن اجدد من كتعة الاساس بتاعتي توصلها لي الشكل الاحترافي الحلو ده بشوية ركات وبتطشات لذيذة بعد ما خلصت الكلام ده في يوم بدأت تجيب بقى تاني زي ما بقول لكم اللي هو الاساتيك او الدموضة دي كده بيبقى برضو بيستخدم في التنجيد بتاع الاساس بدأت ان هي تقفل كل الخشب بتاعها تاني القعدة بتاعة الكنبة الظهر الجوانب كل ده طبعا عشان بيساعد لما تحطي بعد كده السفينج او تحط الفايبر والقماش كل ده يبقى مجدود مايبقاش الدهر مهوي من فراغات الخشب كده فبدأت تشد الكلام ده كله بدأت ان هي تغطيه بعد كده بالسبونج الرفاية او السفينج الرفاية طبعا الحاجات دي موجودة عند الناس اللي هم بتوعها التنجيد يعني انت ممكن تشتروا الخمات وانتوا اللي تسهيلوا على نفسكم الحاجات دي انتوا اللي تحملوها باديكم رجعت جابت الظهر اللي احنا قلنا بقى شالته على جنب شافت ان هو سليم ينفع ان هي تستخدمه تاني رجعت ان هي ثبتته بس طبعا تثبتها للي هي الاساتيك او التشددات اللي موجودة تحتها ده اكيد بقى مخلي شكلها يكون امطن اكتر فدي كانت الفكرة ان هي شالته وغيرت اللي تحته الاول فان رجعت ركبته تاني بعد كده هتبدأ بقى ان هي تثبت الفايبر اللي بيدي اللي هو النفشة اسمها ايه تبقى منفوشة كده الكنبة بتحسوا ان هي منفوخة كده النفخة بتاعت الكنبة الحلوة بدأت ان هي تحط عليها بعد كده الفايبر وتبدأ طبعا ان هي تحط القماش والكابوتيني بقى بالزرير وبالحركات زي ما كانت الفراغات اللي كانت موجودة فيها بالزبط تبدأ ان هي تعمل نفس الشكل بس تغيير القماش كمان كان فارق جدا في التجديد بتاعها زي ما بقول لكم كده هو الموضوع بس محتاج شوية صبر ومحتاج شوية دقة بس ان انت يعني تفنيشي الشكل النهائي يكون حلو شفتوا بقى ان هي بتقلب من هنا وتشد من هنا وفهمين انتو فالموضوع محتاج بس ان انت يكون عندك طولة بال ان انت تكوني عاملة لحاجة وانت بتحبيها تقدر يتوصليها للشكل النهائي المميز ده كمان هنا اللي هي القعدة بقى بتاعتها كان عبارة عن شلتتين منفصلين وكانوا بيتشالوا يعني منفصلة فيه انتو عارفين بيبقى فيه كنب وكراسي الشلتة بتاعت القعدة بتبقى لزقة على طول في الكرسي وفي حاجات بتبقى منفصلة هو الكانبال الستايل القديم بتاعها كان منفصل ايه حبت ان هي تخليها كلها في بعضها قطعة واحدة فسبتت الخداديات والفواصل اللي ما بينهم شفته يحطت قطن بحيث تخليها كلها تكون في سوى واحد حطت الفايبر بتاعها وحطت القماش وبدأت تشد كويس قوي وتسبت من وراء ومن قدام وتقلب وتجيب وتسبت كل القماش وفي الآخر بتشيل الزيادات بتاعتها فالموضوع كان يعني اعتقد ان هو مش محتاج خبرة كمان في التفصيل يعني الموضوع مش محتاج ان انت تكوني بتاخدي مقاسات وتقصي هنا وتعملي لأ انت بتحط القماش على قطعة الاساس بتاعتك وبتسبتيها وبعدين بترجعي في الآخر تشيلي كل الزيادات بعد ما تزبطيها عليها في الآخر خالص بقى بدأت تعمل الظهر بتجيب برضو قطعة من الخشب أو كمان السبونش والقماش وبتبدأ ان هي تغطي الظهر كله زي ما اقول لكم بتاخد الحاجة عليها بالزبط وبتسبت وبعدين بتشيل الزيادات حطت في الآخر الفايبر وبعدين حطت عليه القماش كانت يعني كانبة في منتهى الجمال اكيد وغضة مجهود وغضة وقت وغضة حاجات كتير قوي بس اكيد مش هتبقى تكلفتها زي ما انت تجيب حاجة جديدة او زي ما توديها لحد قصلا يجددها لك كفايا ان انت عملت الحاجة بايدك مهما ان كانت صغيرة حتى بس انت عاملها بايدك بنشوف افكار دي كرات ممكن احنا نعملها بايدنا تجديدات احنا نعملها بايدنا كل الحاجات دي صدقوني يعني هتبقى شكلها لتيز قوي طول ما انت شايفها وانت اللي عاملها هتحس ان انت فخورة بالحاجة اللي انت عملتها فده كان الشكل النهائي للكنبة كمان الكرسي اللي موجودة عندها هي حبت ان هي تعمله هو طاقم على بعضه يعني كان نفس الكنبة بالزبط بس هي حبت تعمله ستايل مختلف يعني تعمله بفكرة مختلفة ويبقى عندها الانتاريج كله او المكان اللي في قوضة واحدة يكون كل حاجة لون ده طبعا بقت من الحاجات التريند الوقت بقى الطاقم بقى كل كرسي شكل وكل كرسي لون فهي بدأت ان هي تعمل الظهر نفس الفكرة طبعا يا شايلت كل الحاجات اللي موجودة وبدأت تحط حاجات جديدة من عندها ثبتت برضو الشلطة ما تبقاش متحركة وبدأت تحط القماش وتغطي الظهر اللذيذ بقى ان هي طبعا غيرت لون الاساس التاني كان دهبي ده عملته باللون الاخضر شوية والحلوه ان هو القماش نفسه دهنته نفس لون الخشب وفي الاخر بدأت تجيب زي الطبعات او زي الدكوباش كده والحاجات دي وتعمل الرسومات على الظهر شكله كان قنيج جدا 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 ولذيذ قوي وزي ما بقول لكم كده تغيير يعني حتى لو انت هتغيري قطع الاساس مش شرط ان انت تعملي كله لون واحد او شكل واحد زي ما بقول لكم الوقت بقيت الموضة كل حاجة شكله كل حاجة لون فتقدروا كمان تعملوا كذا فكرة في المكان الواحد وبس كده احلى اميرات وصلنا الاخر الفيديو هنتابع معا تجددها القطعة الاساس اللذيذة دي بكل الاستنباد بقى والحاجات المفراغة ان تبدأ تعمل طبعات على قطعة الاساس قد ايه اللذيذة وخلتها كلها شغل وكلها حركات يعني عايز اقول لكم مقدما تسلب ايديكم على كل حاجة بتفكروا انكم تعملوها او عملتوها يا ربي دايما كده يهنيكم بحياتكم وصلح حالكم اللهم امين بشكركم جدا جدا لو تبعتوا معايا الفيديو الحدينا انتو جوه قلبي تبخلوش علي باللايك الحل والتعليق الاجمل فاكيد اشتراكك قوة تنسي قبل ما تقفلي الفيديو لو لسه منضمتيش لأحل عيلة في الدنيا شرفني جدا وجودك بعين شوفكم على خير الفيديو الجاي افكار جديدة وسيدة جديدة وتركات جديدة شوفكم على خير الفيديو الجاي امراتي وسلام